ايام قليلة تفصلنا عن انتخابات نادي الزمالك العريق والكل مستعد ايام قليلة تفصلنا عن انتخابات نادي الزمالك العريق والكل مستعد ايام قليلة تفصلنا عن انتخابات نادي الزمالك العريق والكل مستعد اقل من اسبوع ويتم انتخاب مجلس ادارة جديد لنادي الزمالك صعوبات كبيرة وكثيرة ستواجه من يتولى المسؤولية شرف كبير للجميع ان ترتبط اسمائهم بنادي الزمالك بس الاهم انهم يكونوا حقيقي قد المسؤولية الزمالك دايما عنده كل مكومات النجاح الاداري والرياضي وعنده جمهور بالملايين محتاجين يشوفوا مجلس ادارة حقيقي يعرف ويقدر اسم هذا النادي الكبير موسيقى 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 يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 انتخابات نادي الزمالك تجرى يوم الجمعة القادمة ان شاء الله 20 اكتوبر باذن الله باذن الله ربنا يولي الصالح لصالح نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك بداية من اليوم وحتى موعد الانتخابات هنحاول نلتقي مع عدد كبير من المرشحين في انتخابات نادي الزمالك نسمع منهم نشوف معاهم بيفكروا في ايه نسألهم نحاورهم نسألهم عن ملفات الكثيرة الشائكة والصعبة اللي في نادي الزمالك في الوقت الحالي هيتعاملوا معاها ازاي نقف كلنا في هذا البرنامج في رقم 10 على الحياد التام مع كل من يشارك في هذه الانتخابات ما نعرفش اسماء كلهم اسماء محترمة وعظيمة ما نعرفش اسماء أقصد بيها ما نعرفش هيعملوا ايه ما نعرفش بيفكروا ازاي احنا هنا في رقم 10 هنحاول نعرف بيعملوا ايه او بيفكروا ازاي عشان حرارك كمان تكون عارف انت مشجع رادي الزمالك انت عد وجمعية عموية نادي الزمالك وبصراحة وانا قلت الكلام ده اكتر من مرة وهفضل اكرره مش مشكلة عشان نفضل نسمى ع بعضينا الزمالك مليان صعوبات اه اه مليار في المية شرف لاي حد من اللي نزلين انتخابات نادي الزمالك انه ياخد منصف في نادي الزمالك شرف طبعا ما بعده شرف تمام بس انت مش داخل تاخد الشرف ده بس مش داخل تاخد الوجاهة دي بس اعتقد اعتقد واتصور ان معظم اللي نزلين بيفكروا كده هو فاهم معارف كويس انه داخل على الصعوبات كثيرة وكبيرة صعوبات كبيرة وكثيرة وكثيرة يعني ايه يعني في حاجات صعبة جدا وكتير مش واحدة ولا اتنين فانت داخل في مهمة شقا جدا فلو سمحت ياللي نازل انتخابات نادي الزمالك لو النهاردة وانت قاعد مع نفسك حسيت انا مش هقدر اعمل حاجة انا مش هعرف اعمل حاجة في الملفات دي سيب غيرك ينزل لو انت فعلا بتحب نادي الزمالك فانت عايز مصلحة نادي الزمالك اكيد او من المفترض انت مش تتفكر في مصلحة نفسك تتفكر في مصلحة مين نادي الزمالك تنازل تقدم نادي الزمالك انا بقول الكلمتين دول ليه دلوقتي بقول عشان جمهور الزمالك والله شئي شئي كتير على فكرة ولما بقول شئي ماش باتكلم على المجلس اللي ده هاللي فات ولا مجلس الادارة اللي قبله ولا مجلس الادارة اللي قبل قبله ولا مجلس الادارة اللي قبل 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 قبله انا مش فاكر اخر مجلس ادارة كان الزمالك عايش مع استقرار تام ده كان امتى مش فاكر ممكن مش على جيلي ما عرفش ممكن يبقى فيه قبل كده بس دايما الزمالك عنده مشكلة من جوه دايما يا اما اعضاء المجلس ادارة مش متوفقين مع بعض يا اما فيه اعضايا يا إما في مشاكل يا إما في انسحابات يا إما في ناس بتاخد قرارة أحادي بدون ما تستشير إدارة يا بس دايما في جوة البيت بتاع نادي الزمالك في لغبطة أنا شخصياً كراجل بشتغل في الإعلام وجنبي مشجع لنادي الزمالك نتمنى أخيراً نشوف مجلس إدارة قوي مستقر في ناس أفاضل محترمين بيديروا نادي الزمالك بحب واللي أهم من الحب باحترافية ليه؟ عشاناً نادي الزمالك قيمة كبيرة للبلد دي لمصر دي قلعة رياضية كبيرة الموضوع سباك من الجو بتاع الكورة والسوش المادي أهلي زمالك ومن أحسن ومن أوحش فيش كلام ده الفكر أنه الزمالك وراه ملايين الناس ملايين الجماهير الزمالك اسم كبير في الوطن العربي والقرى الأفريقية وبالتالي مؤسسة مصرية نفخر ونتشرف بيها ونحب دايماً نشوفها في أفضل حال دايماً ببساطة شديدة خلو سمحتوا يا ناس يا أفاضل يلي ناسين انتخابات نادي الزمالك تكونوا وعيين لده كويس وبصراحة باللي شفته الأيام اللي فاتت لا في ناس كتيرة شكلها كده الموضوع شكله يعني فيه نفحة أمل فيه شعاعده جاي والله أعلم والله أعلم عشان برضو أنا عيشت أيام انتخابات كثيرة لنادي الزمالك وبرضو أنا لا أتحدث فقط على فترة أخيرة أتحدث على سنوات طويلة أختلفت فيها المشاكل يعني كان فيه مشاكل كده فيه مشاكل كده فيه مشاكل كده ده بيحصل بس دلوقت الزمالك يعني مثلا هقولك حاجة مهمة جدا أنا بالمناسبة ضيفي في الفقرة الثانية اليوم هو الكابتن أحمد سليمان المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك وهسأله الأسئلة دي كلها من الحاجات اللي دايما باستغربها إن الزمالك يبقى عنده أزمة مالية ما ينفعش هتقول ليه عادي كده ما كل الناس بتتعرض لأزمات مالية هقولك ما ينفعش تجاريا وتسوقيا وكل شيء ما ينفعش ليه ما ينفعش ما ينفعش حد بيقدم منتج بيحبه ملايين يكون بيخسر فالزمالك يعتبره إنه هو منتج براند بيحبه ملايين ما ينفعش يكون بيخسر دي قليل في بيته سويق يقولك انت المنتج بتاعك ده بيحبه كم واحد ألف هتكسب مئة ألف هتكسب أكتر مليون هتكسب أكتر وأكتر ملايين هتكسب قوي فأنت إزاي أصلا زمالك بيخسر فوت الزمالك ده يبقى مليان موارد مليان موارد ما ينفعش يكون بيخسر أبدا ده على سبيل المثال طبعا بقى هنتكلم على فريق الكورة والأزمات والقضايا والرفع القيد والديون وكل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة بقى الكابتن أحمد سليمان المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك في الفقرة الثانية اليوم من برنامج رقم عشر طيب ده فيما يخص نادي الزمالك وزي ما ط터�Thanks هنوصل فيه منتقم مصر بعد غد عنده مواجهة حلوة مواجهة حلوة شوف أنا بقدمها حلوة إزاي ما مش عايز يقولك بقى قوية ولا كبيرة ولا مسيرة ولا 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 سيما مواجهة حلوة إيه المواجهة الحلوة مع الجزائر واحد من أكبر منتخبات في الكارة الأفريقية وانت واحد من أكبر منتخبات في الكارة الأفريقية المبراخ بين مصر والجزائر دايما درب كده درب العرب ودرب الكارة الأفريقية مواجهة سقيلة وممتعة وممتعة تبقى حلوة عايزينها مواجهة حلوة مواجهة حلوة ده معناها ايه؟ معناها ناخد منها اكبر استفادة ممكنة معناها ان احنا ناخدها في حجمها الطبيعي اللي هي مباراود دي ما نسخدش انا حتى النهار ده احنا بفكر احضر للحلقة ومصر وجزائر مرضيتش اقول الكلام اللي هو المجالس الكبير ده مباراود دي نستفيد منها ببساطة شديد ان شاء الله تبقى مباراة ممتعة جزائر عندها العيبة رائعة جدا مصر عندها العيبة رائعة جدا جائس فني هنا محترم وجائس فني هنا محترم الملعب محترم جدا في الامارات كل حاجة ان شاء الله خلينا نشوف مباراة حلوة قبل تصفيات كأس العالم وقبل كأس الامم الافريقية روي فيتوريا في هذه المباراة بيفكر انه يعمل بعض التعديلات في تشكيلة المنتخب على سبيل المثال هو بيفكر يدفع بمحمد حمدي بدلا من احمد فتوح على بتكلم على التشكيلة اللي لعبة المباراة اللي فاتت مع زنبي محمد حمدي هيلعب الجزائر بدل من احمد فتوح وبيفكر يبدأ بزيزو بدل من حمدي فتحي ويزق محمود حمادة معاهم مع محمد النندي ده الشكل اللي ممكن يبقى اقرب في وسط المرحب تتكلم في زيزو محمود حمادة ومحمد النندي او زيزو محمود حمادة وطارق حمد ده التشكيلة اللي في وسط المرحب اللي قدام مش يحصل فيه تغييرات غالبا تريزيجيه مع مستقر محمد مع محمد صلح وفتوح يعد ومحمد حمدي يبدأ اساسي المباراة القادمة مباراة الجزائر طلق اقرب في التغييرات في تشكيلة مباراة منتخب مصر والمنتخب الجزائري المباراة على فكرة هتبقى المدرجات مليانة تزايا كلها تباعت يعني كمان على الشكل الجماهيري هتبقى مباراة جميلة وممتعة لو كلمك على الشكل الفني هي ممتعة أكيد بإذن الله على المستوى الجماهيري لا في حالة هتبقى حلوة إن شاء الله في هذه المجاة ده فيما يخص منتخبنا الوطني أما فيما يخص النادي الأهلي فلجنة تخطيط بالنادي الأهلي عرضت على مارسل كولر فكرة الفكرة دي إيه مارسل كولر طلب إنه الأهلي يتعاقد مع مدافع جديد مساك يعني في يناير واترح أكتر من اسم وكنت أترككم من كام يوم إنه أسامة جلال من الأسماء المرشحة جدا بس أسامة جلال هيبقى فيش سعوبات في التعاقد معي عشان هو مرتبط بي عقد مع بيراميدز وبالتالي لجنة تخطيط في النادي الأهلي عرضت اسم محمد مغربي على مارسل كولر لعب النادي الأهلي المعارض ليه سموحة وهو ما أبداش رفض بس ما أبداش موافع يعني يعني هو سايم مغربي آخر اختيار لو الأهلي عارف يتعاقد مع مهاجم اللي عندهم خبرات كبيرة أهلاً وسهلاً معرفش الأهلي يعمل ده في يناير فمحمد مغربي بترشيح من نجلة التخطيط هيكون موجود مع النادي الأهلي في يناير القادم رغم أن زي ما قلت لك حتى هذه اللحظة مارسل كولر ما قالش القول الفاصل فيما يخص مغربي كمان مارسل كولر الأيام الأخيرة كان طلب فكرة أو طلب أو فكر فيه أنه يضم مهاجم أجنبي تحت السن وبدأ يبحث عن لعب تحت السن يضموا الأهلي في يناير بس لجنة التخطيط في النادي الأهلي تحفظت على الفكرة دي وما وفقتش عليها برضو حتى هذه اللحظة تقول لي مابوك يتعاوضوا في ناج ما نقول لك حتى هذه اللحظة يعني لما الراجل طلب مهاجم أجنبي تحت السن وقال لهم أنه شغال مع تيم وبيشوف كذا اسم ما أبدوش ترحيب قال له كفايا اللي موجود الراجل عايز مهاجم آخر وأجنبش تحت السن طيب الفترة اللي فاتت من أكتر اللعيبة اللي شاركت مع النادي الأهلي ومش مش الموسم ده يعني الموسم اللي فاتت كلها أكتر لاعب حرفيا في النادي الأهلي ما كانش ليه بديل كل اللاعبين في النادي الأهلي كان لهم بدائل كل اللاعبين بيما فيهم محمد الشناوي حتى محمد الشناوي لما لعب عالي لطف إدى كويس لو مستوى شو بيليعب إدى كويس الوحيد اللي ما كانش ليه بديل للنادي الأهلي في الأهلي حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة هو علي معلول قبل بداية الموسم في فضل الانتقاط الصيفية كان فيه أكتر من اسم مطروح أنه ييجي النادي الأهلي عشان يبقى بديل لعلي معلول وكان منهم محمد شكري اللي موجود في سرماية كيلوباترا والراجل مرحبش مرسل كوروان مرحبش بضم وقال أن كريم الدبيس اللي موجود معايا شبه ممكن يؤدي المهم عشان كده وده الخبر مرسل كوروان بيفكر أن كريم الدبيس ياخد شوية في شوية الفترة اللي جاية عشان يبدأ يجهزه لخلافة علي معلول في المستقبل وده كلام مضبوط بس السؤال إمتى ده ممكن يحصل الله أعلم ليه الاهلي عنده منافسة صعبة جدا في الدول الأفريقية عنده منافسة صعبة جدا في دول الأبطال الأفريقية عنده منافسة صعبة جدا في كاسة عامل عنده غير الدوري غير الكاس غير السوبة الأبطال غير 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 وكلها بطولات يعني عارف أنت وبعدين أنا أقول لك حاجة يقول لك ما في أوروبا يا عم بيعملوا التدوير ده عادي وما بيحصلش حاجة والدنيا بتمشي وعادي وما فيش مشكلة بس أنا في أوروبا مثلا لو منشستر سيتي دخل بطولة كاس للتحاد الانجليزي بتشكيل احتياطية وخسر جماهير منشستر سيتي ما بتقفش كتير ما بتزعلش قوي لو دخل كاس كرباء وخسر بالتشكيل الاحتياطية بتعدي تمام؟ هو أهم حاجة عندهم من الدولة الانجليزي ودولة أبطال أوروبا لكن الأهلي لا الأهلي لو لعب دورة رامنطانية الدورة رامنطانية دي تجاه مهيره تقوله لازم تكسبها ما ينفعش تخسارها ما ينفعش فده نصبي الأهلي ده قدره يعني ودي حاجة حلوة مش وحشة بالمناسبة يعني أقولك ده الفرق إنه هناك تقدر تغيره أنت مرتاح لا لا أنا عدي ما ده أقولك الأنح هتلاقي مثلا فرق زي ريال مدريد ولا منشستر سيتي يبقوا في الدورة في الدورة بس عندهم مطشي بعد ثلاثة يام في دورة أبطال أوروبا مهم جد جد فتلاقي في التشكيل الاحتياطية في الدورة وممكن يخسر النقط كمان في المباراة دي يقولك عادي هحاول أعوضها بعد كده لكن لو أنا لعبت بالتشكيل السيء مش هقف لعب المطشي بتاعة دورة أبطال أوروبا اللي هاخرق فيه ده الحاجات دي عندنا صحبة جدا على فكرة هو أكتر واحد عرف يعملها مارس الكولر بس طبعا ما بيعرفش يعملها من نسبة مية في المية مش كل أحلامه بيعملها ما بيرعش كل اللعيبة فجأة يعني بيعملها بزكاء بس بيعملها بشكل رائع جدا بس مش المثالية زي اللي بتحصل في أوروبا طيب أبو غزبا عنه بقول مش بيعملها بمثالية عشان هو غزبا عنه عشان الطلبات هنا غير الطلبات هناك زي ما قلت لكم النادي الأهلي عنده مواجهة مع السيمبل التنزاني في الدوري الأفريقي وطلب الساعة الكاملة الكاملة للجماهير في المباراة اللي هتقام إن شاء الله يوم 24 من الشهر الجاري في استاد الكاهرة الدولي في إياب ربع نهاية الدوري الأفريقي الكاف بالمناسبة كان اشترط يعني حضور الساعة الكاملة في المباراة في الدوري الأفريقي طبعا الأهل مع الجهات المختصة هم اللي هيعرفوا ويوصلوا للقرار المناسب طيب معي عبر زوم الآن لقاء مهم جدا مع واحد من أهم أهم الشخصيات الرياضية الأفريقية وأهم الأسماء الكبيرة يكفي إن أقولك هو اللي دخل كاس العالم الكارة الأفريقية هو اللي خل كارة أفريقيا تدوء طعم استضافة كاس العالم لأول مرة أول واحد اشتغل على ملف الكاس العالم أول واحد نجح إنه ينظم كاس العالم هو ضيفي عبر زوم الآن داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكارة القدم وكان رئيس اللجنة المنظمة الكاس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وهو كان المسؤول عن الملف كمان يا فندم منشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا جزيلا من بالغ سروري أن أتواجد معكم أنا أتمنى الأفضل دوما للشعب المصري ده شرف كبير لنا وأنا في مقدمتي كنت بقول أنت أول واحد خلى الكارة الأفريقية تتزوق طعم استضافة كاس العالم ومن بعدك هدينا شوفنا كمان هو المغرب تستضيف كاس العالم هي الأخرى في 2030 وإن شاء الله تبقى الكارة الأفريقية دائما مستضيفة لهذه البطرات الكبيرة وبالتالي ده هيكون أول سؤال لها لحضرتك رأيك أو نظرتك لإصدافة المغرب لكاس العالم النسخة بعد القادمة إن شاء الله حسنا أنا سعيد للمغرب وأود أن أبارك لهم لأن كاس العالم هو أهم بطولة عالمية وأفريقيا كان لديها الفرصة أن تنظمها وكانت أول بطولة كما ذكرت وهي أهم بطولة لدى الفيفا فبالتالي حينما تتاح لأفريقيا أن تنظم البطولة لمرة ثانية فهذا أمر عظيم وأنا أتوقع أن المغرب ستحقق نجاحا كبيرا فالمغرب بلد رائع على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى كرة القدم ولديهم فريق كبير قد وصل بالفعل لقبل نهاية كاس العالم فبالتالي أنا أتوقع أن البلاد الإفريقية ستواصل السعي لتنظيم كاس العالم بعد ذلك فبالتالي هذه لحظة عظيمة للكرة الإفريقية نحن نأمل أن نرى أن فريق إفريقي يفوز بكاس العالم نحن اقتربنا كثيرا اقتربنا من ربع النهائي حينما وصلت إليه غانا واقتربنا أيضا من النهائي حينما وصلت المغرب لقبل النهائي والآن الدور على النهائي فبالتالي نأمل ونتمنى للمغرب كل الحضوذ الطيبة ونتمنى لهم كاس عالم رائع فهذه فرصة رائعة للدول الإفريقية مؤخرا أقيمت قرعة كاس الأمم الأفريقية رأيك في مجموعة جنوب أفريقيا في هذه القرعة مؤخرا أقيمت قامل نعم لدينا مجموعة قوية كما تعرف لا أعرف من يفوز بالبطولة ولكن ما أعرف هو أن يوجد الكثير من الفرق الإفريقية التي ستنافس بقوة على هذا اللقب أعتقد أن الكثير من البلاد الإفريقية استعدت كثيرا لهذه النائيات أنا أأمل أن نرى أفضل ما لدى الكرة الإفريقية في هذه البطولة وأعتقد أن المتخب الجنوب الإفريقية وقع في مجموعة قوية بجانب تونس ومالي فبالتالي نتمنى أن نفوز ولكن كل الحضوض متساوية نحن منتخب قوي جدا وكل المنتخبات أيضا معنا قوية فبالتالي أعتقد أن المنتخبات الإفريقية مستعدة وجاهزة بشكل كبير للمنافسة على بطولة أمم إفريقية وكذلك هذا تحضير جيد لكأس العالم فنفس الحال بالنسبة لكأس العالم كما يكون الأمر صعبا فالأمر لدينا أيضا صعب فحينما يكون لديك مجموعات متساوية أو مجموعات قوية جدا فبالتالي تتوقع كما حدث في ملف ملف تنظيم كأس العالم فالدولة الإفريقية كذلك تسعى على المستوى الداخلي على المستوى الإفريقي منافسات قوية جدا فرق قوية جدا والأفضل هو من سيفوز فأعتقد وأمل أن نصل لهذا المستوى بالطبع سنعود لأيامنا الماضية وأعتقد أن مصر أيضا ستكون في يوم الأيام هناك أعتقد أن مصر سيكون لديها الحضوذ حضوذ وافرة في كأس العالم في المغرب فلديكم فريق رائع بالفعل لسوء الحظ لم تفوضوا ببطولة إفريقيا في نهاية المطاف ولكن كرة القدم المصرية هي كرة قدم تنفسية جدا ممناسبة منتخب جنوب أفريقيا والمنتخب الذي يجمع عدد كبير من اللاعبين الموهوبين الرائعين المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا مؤخرا ألمح أن بعض اللاعبين رفضوا التواجد مع المنتخب الجنوب أفريقيا فيه على المعسكر الأخير وحدد بالاسم بيرستاو لاعب النادي الأهلي المصري الحالي ماذا عن هذه الأزمة وهذه المشكلة هل هناك لاعبين ومنهم بيرستاو يرفضون الانضمام لمنتخب جنوب أفريقيا لا أعتقد أن هذا صحيح فبيرسيتاو لم يتحدث مع المدير الفني هو لديه فقط أمر عائلي ويريد أن يحل هذا الأمر فبيرسيتاو هو لعبنا هو لعب ملتزم هو التزم بكل تجمع قام به الفريق والآن لديه مشكلة وأعتقد أن لا يوجد لدينا أي مشكلة بين المدير الفني وبرسيتاو فهذا هو الأمر ما نشر عن وسائل الأعلام الجنوب الأفريقية أن هناك مشكلة بين المدير الفني واللاعب وأن هناك فكر في استبعاده في المستقبل هذا الحديث غير صحيح بحسب ما أشرت إليه مضبوط؟ لا لا أعتقد أعتقد أن ما ذكر في وسائل الأعلام ليس صحيحا فالمدير الفني قد تحدث بعدها مع بيرسيتاو وتفهم موقفه جيداً وتفهم أن لديه أمراً عائلياً وقال له اعتني بإبنك ونحن نتفهم ذلك ونتفهم أي صعوبة تواجه أي لعب ونحاول أن نحل معه أي مشكلة فبيرسيتاو بيرسيتاو لعب مهم للفريق وما أشيع عما حدث لبيرسيتاو وكما رأينا بيرسيتاو يلعب مع الأهلي ولم يلعب لنا فأعتقد حينما شارك في كأس السوبر مع الأهلي وحينما شارك بعد ذلك كان أمراً جيداً أن نراه مع الأهلي يصل ويفوز بالمباريات وأنا أتمنى له أن يتابع ذلك وأن يواصل ذلك رأيك إيه في التقلق مدربين ولعبين من جنوب أفريقيا في مصر أنا بك أتحدث تحديداً عن بيتسو موسيماني سواء كان مدرباً للنادي الأهلي وواحد زي بيرسيتاو بيقدم مباريات كبيرة مع النادي الأهلي هل شايف أن السوق المصري هو السوق مناسب للعبين ومدربين من جنوب أفريقيا في المستقبل نعم نعم أعتقد أن بيرسيتاو وبيتسو موسيماني كذلك قد حقق نجحات كبيرة وفتح البوابة أمام الجنوب الأفريقيين أن يتواجدوا في الفرق كذلك فاكري لكواي في بيراميدز فأعتقد أعتقد أن مستوى كرة القدم المصرية الآن تطور كثيراً وأعتقد أنه أصبح قوياً جداً ويوجد لدينا الفرق التي تنافس على دور الأبطال الأفريقية لديكم النادي الأهلي فأعتقد أننا نشجع اللاعبين الجنوب الأفريقيين أن يذهبوا إلى مصر وأن يشاركوا مع الأندية المصرية هل مازلت على اتصال مع بيتسو موسيماني؟ هل فعلاً طلبت منه أو أعرضت عليه تدريب المنتخب الوطني في جنوب أفريقيا من قبل أو زي ما قيل في وسائل الأعلام؟ حسناً كل ما ذكرته أن بيتسو موسيماني لا نستطيع أن نغير المدير الفني خاص بنا بيتسو موسيماني مدرب جيد ولكن لدينا مدرب تأهل الأمم الأفريقية بالفعل ولسنا مستعدين لتغيير المدير الفني في الوقت الحالي أسألك على ضوء خبراتك الكبيرة في القرى الأفريقية رأيك في بطولة السوبرليج أو الدول الأفريقي بطولة الدول السوبر الأفريقي هي بطولة جديدة الكاف نظم هذه البطولة لتطوير البطولات الإفريقية على مستوى الأندية فدور أبطال إفريقيا الآن لدينا نتائج طيبة ولكن الآن الأندية تتحمس لهذه البطولة من الناحية المادية ويوجد الكثير من الأندية المستفيدة من هذه البطولة فأي منتخب إفريقي يعتمد في المقام الأول على الأندية وإذا تحسنت الأندية المحلية وكان لديها الفرصة للتطوير والمشاركة في البطولات القرية سيكون هذا تشجيعا وتحسين لهذه الأندية وفي هذه الحالة ستكون هذه فرصة جيدة للكرة الإفريقية ككل وللمتخبات الإفريقية للتحسن والتطور هل وجه فريق سانداونز مشاكل في ارتباطاته المحلية مع ارتباطاته في هذه البطولة؟ أرينا برضو أنه سانداونز فكر ينسحن من هذه البطولة بسبب ارتباطاته المحلية أو العكس هل في مشكلة تواجه سانداونز؟ وهل أنتوا ساعدتون أنه يحلها؟ ولا ما زالت المشكلة قايمة؟ أو مش موجودة أصلا؟ لا لا أعتقد أنه يوجد مشكلة مع سانداونز سانداونز سيشارك في الدولة؟ لا لا مشكلة مع سانداونز بالنسبة لمشاركتي في الدورة ومشاركتي في الدورة السوبر فأعتقد أنه أخذ الموافقة من الاتحاد المحلي للمشاركة أعتقد أننا نتوقع منهم أن يؤدوا بشكل جيد وأن يفوزوا أعتقد أنهم سيؤدوا بشكل رائع أمام بيترو الواندا وسيحققوا نتائج جيدة بس بعد مواجهتهم مع بيترو الواندا وبعد موجة الأهلي مع السينبا سانداونز هيواجه الندي الأهلي داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب الافريكي لكرة القدم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة سعيد جدا بتواجدك معنا على تلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 ده كان حوار مع واحد من الشخصيات الافريقية الكبيرة جدا جدا يعني في كرة القدم طبعا رئيس الاتحاد الجنوب الافريكي لكرة القدم نكمل مع حضراتكم مسؤولوا نادي زد طلبوا التعاقد مع النيجيري في بوحكيم لعب بلدية المحلة في فترة الانتقالات الشتوية راجل عمل مستوى مميز في الكام مباراة اللي لعبهم في الدوري الممتاز عنده 18 سنة صغير في السن واعد جدا ينفع تحطه في قائمة تحت السن بعيد عن الأجانب الكبار وتبقى العملية سهلة ده ده نادي زد بس أحد المرشحين بانتخابات نادي الزمالك تحدث مع مسؤولي نادي بلدية المحلة وقال لهم اصبروا شوية عشان احنا عايزين اللاعب ده اللاعب ده هيبقى مفيد للفريق وعرض عليهم عرض على الناس في بلدية المحلة أو أحد مسؤولي نادي بلدية المحلة انه في بحكيم يبقى في صفقة تبادلية ياخد بعدها نادي بلدية المحلة سامسون أكينول مش عارف حسن ما بلدية المحلة يشوف خلال الأيام الأخيرة اللي فاتت نادي بيراميدز قدم عرض جديد جديد لأحمد فتوح عشان يتعاقد معه العرض بقى يتضمن حصول أحمد فتوح على عقد سنوي أو راتب سنوي عشرين مليون جنيه عشرين مليون جنيه فتوح نفسه حتى هذه اللحظة لسه حاطت أنا بأكد لك حاطت الأولوية للتجديد لنادي الزمالك هتقول لك هريم في أهلي هقول لك آه هتقول لي في بيراميدز هقول لك آه بس هو فعليا حاطت الأولوية لنادي الزمالك ده معناه إيه؟ مش معناه حاجة عشان لو قلت لك ده معناه أنه هيخلص مع نادي الزمالك هبقى متحك عليك لو قلت لك هم خلص مع النادي الأهلي هبقى كلامي مش دقيق لو قلت لك بيراميدز هيغرب الفلوس هيبقى كلامي مش واضح الموضوع عند فتوح يعني إيه؟ يعني أنت لو عدت مع فتوح دلوقتي دلوقتي قابلته في الشارع قلت لك فتوحة هتعمل إيه؟ هيقول لك الله أعلم لا أكمل معناه في نادي الزمالك هقول لك الله أعلم لك تعالينا النادي الأهلي والله الله أعلم مطروح بيراميدز رائح دماء الله أعلم فهم؟ هو نفسه مش واخد قراره النهائي بس طبعا حاطة أولوية للنادي اللي بيلعب فيه نادي الزمالك وعشان حاطة الأولوية دي فبيطلب ويتمقتر وبيفكر وبيتخيل وبيحلم نقولنا من كام يوم أن الراجل فتوح وصل أنه عايز من نادي الزمالك دفع التعاقد دفع التعاقد ستين مليون جنيه ستين مليون جنيه غير حوالي سبعين مليون جنيه هيخدهم على مدار تلت سنوات قادمة فرقب كبير ضخم قوي يستهلوا يستهل تلت عشر أضعاف يعني كل واحد بيبقى حاسس أنه أنا استحق كل حاجة براحتك بس هل ده مقدور نادي الزمالك؟ هل يقدر نادي الزمالك يعمل كده؟ الله أعلم في مجلس إدارة جديد هو اللي بياخد الكرارات هو اللي شايف أن الرقم ده مناسب ولا مش مناسب هو اللي شايف هيحل أزماته المالية ولا لأ غير أنه الأهلي أكيد مش هيدفع الأرقام دي بالمناسبة يعني عشان الأهلي أنت عارفين القاعدة الشهيرة في سقف للرواتب في سقف للفئات في فيها أولى فيها فئة تانية فيها تالتة آه في فلوس بتخش بقى اللي لو لعن مميز أوي هتديله فيها أولى بس ممكن هتديله شوية إعلانات جنبها قديله شوية دي امتيازات تانية بس العود واضح في النادي الأهلي معروفة دي هناك بقى في الزمالك هيحصل إيه الله أعلم خلينا نشوف الأيام اللي جاية فيها الزمالك عنده قصة تانية وحاجة تانية دمات قيل اليومين دول بيتلقى بالحكم فيه قضية البرتغالي جين باشيكو مدرب النادي الأسبق الحالي ليه فريق بيراميدز بيطلب بتشيكو بيطلب كان بقى واحد ونص مليون دولار واحد ونص مليون دولار ده بعد ما تم فسخ التعاقد معاه من طرف واحد من جانب نادي الزمالك المفترض الحكم هيكون خلال أيام قليلة قادمة إن شاء الله فاكنيك كان من كنتوا بقولوا أول حلقة الله يكون فعون اللي هيشتغل في نادي الزمالك الفترة اللي جاية بص أي حد أي حد هيكسب الانتخابات اللي جاية دي في نادي الزمالك هو من حيث المبدأ بطل إنه أصلاً قرر طواعية طواعية حباً وعشقاً في نادي الزمالك إنه يخش نادي الزمالك في الوقت الصعب ده فهو مبدئين كده هنقعد نساءفل نقول له برافو عليك أنت بطل هيبقى بطل بقى بجد لما يحلل مشاكل فهو مش بطل إن انت دخلت وفتحنا سدرنا كلنا وقلنا هنخش نقصر وهنهد وهن الحاجات الوحشة وهنمني الحاجات الحلوة وفي الأخير من أعملش كده أتصور وأتوقع من الأسماء والوشوش اللي بشوفها كل يوم في نادي الزمالك الأغلبية العظمة منهم والله مش بقول كلام كده عشان أفرحك أنت كمشجع للزمالك وخلاص لا يبدو الناس دي جاية تشتغل بجد مش هضو أقولك أكيد بيشتغلوا بجد عشان أنا ما عرفش لما هنشوف كلنا هنعايزين ترجمة على الأرض بس من الكلام من الأداء من التحرقات من الهدوء شكل الحكاية حلوة إن شاء الله خير يعني نكمل أخبرنا حاس كان داري لسه متمسك جدا باستمرار مابلولو المهاجم الأنجولي في الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بدأت عروض مش بدأت ده من الصيف عروض كل شوية تيجي للمابلولو للاتحاد والاتحاد مصمم إنه اللاعب على الأقل يكمل مع الفريق لحد نهاية الموسم الحالي والعروض خد بالك كبيرة نعم نتكلم كان عنده عرض ليبي في الصيف الماضي بمليون دولار وأكيد العروض دي بتزيد درجة بدأ الموسم بيطلع نار من بقه فالاتحاد لو عارف يتمسك بما بلولو عارف يبكي على ما بلولو هي في حد ذاتها صفقة زهبية للاتحاد صفقة زهبية أموما هو مبلولو واحد من المهاجمين المحترمين جدا في الدوري المصري بس حابين نشوف أكتر من مبلولو لحد الوقت شايفين مبلولو بس كمهاجم عشان بس حدا يقول لي إيه يا كريم ما برسته وجامد أوي كجنيع بكلمك على المهاجم رقم تسعة تسعة ما فيش هو مبلولو بس لحد ما تشوف بقى إن شاء الله مودست لما يعمل البرنامج التأهيلي بتاعه هيبقى عامل إزايش محمد فوزي حارس مرمى النادي الإسماعيلي هو حارس مميز جدا بلق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق محمد فوزي عاده ينتهي بنهاية الموسم الحالي وهو وافق إنه إجادة التعاقد وفوزي ما كانش بدأ الموسم مع الإسماعيلي كان عدك وحمد عادل عبد المنعم هو اللي كان بيشارك لكن فوزي شارك في المباراة الأخيرة قدام النادي الأهلي بعد إصابة أحمد عادل عبد المنعم في مباراة الاتحاد اللي شارك في جزء منها محمد فوزي بديلا لأحمد عادل عبد المنعم وليتين حراس مميزين جدا ومن الحراس اللي ممكن تشوفهم وتقول عليهم حراس يعني زي الإسماعيلي الإسماعيلي عنده فرقة حلوة وعنده حراس محترمين تتستغرب بقى عندك حراس كويسين وعندك لعبين مميزين والحال مش ولا بد بس الإسماعيلي يتحسن كثيرا هذا الموسم يحقق على الحق يعني يتحسن لقدام يعني طيب هلف معاكم قرية أفريقيا النهاردة قبل ما نستعب لكابتن الكبير كابتن أحمد السليمان معايا عبرزوم الآن عرفات حجي نائب رئيس نادي ينج أفريكنز التنزاني منافس النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يا فندم شرفني ونوارني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا جزيلا الشرف لي أنا تواجد معكم في هذا اللقاء على التلفزيون المصري شكرا لكم بالتأكيد أسألك سؤالي الأول عن هذه المجموعة المجموعة الصعبة اللي واعت فيها مع النادي الأهلي كيف تنزل لهذه المجموعة ضمن مجموعة دوري أبطال أفريقيا كما قلت بجانب الأهلي أن تتواجد بجانب الأهلي فهذا أمر صعب لدينا فرق جيدة في المجموعة وخصوصا في مرحلة المجموعات يجب أن تكون مستعدا جيدا أن تكون جاهزا للمشاركة في هذه المباراة الصعبة نحن لعبنا بطولة كأس الاتحاد مرات عديدة وخصوصا الموسم الأخير ووصلنا للنهائي وكان لدينا فريقا جيدا لعبنا في الجزائر ونظرنا ورأينا كيف الحال في الجزائر وكان أمرا صعبا فبالتالي نحن معتادون على هذه الأجواء وأيضا لدينا ميدياما هو فريق جديد على البطولة ومشارك حديثا نحن واجهناهم من قبل في عام 2016 فبالتالي نحن خذنا لقاءات ضد ضد فرق المجموعة كلها نلعب أمام شباب بلوزداد ولكن لعبنا أمام الفرق الجزائرية لذلك هذه مجموعة جيدة بالنسبة لنا هي فرصة جيدة أن نرى أن نتأهل ونرى كيف سنتأهل من هذه المجموعة بجوار هذه الفرق القوية خصوصا النادي الأهلي هل كنت تتمنى عدم مواجهة النادي الأهلي في دور المجموعة كنت تتمنى لقاء النادي الأهلي في أدوار اقصائية ولا شايف أنه أنك تلعب النادي الأهلي في دور المجموعة ممكن يبقى أفضل من أنك تلعب في أدوار اقصائية بحيث أنك تجمع نقط من فرق أخر أو من النادي الأهلي المرحلة ستكون كما أقول هذه المرحلة لدينا اختبار قوي كما ذكرت فنحن نلعب بكل ثقة في هذه البطولة لننافس في كل حال وننافس الأفضل في القارة والأهلي هو الأفضل في القارة الأهلي يدافع عن لقبه كحامل للقب دوري أبطال إفريقيا فنحن نهدف أن نصل لنهائي البطولة الحالية ولنصل لذلك فيجب علينا منافسة الأندية الكبيرة وأن نثبت لأنفسنا أننا نستحق هذه الفرصة وأن نفوز بالمباراة سواء مباراة خارجية أو على أرضنا نحن مستعدون لذلك سواء واجهنا الأهلي أو واجهنا أي فريق في إفريقيا يجب علينا أن نقني عنفسنا بهذا سواء في مرحلة المجموعات أو في المجموعات اللاحقة في دوري أبطال إفريقيا على مستوى الجاهزية وعلى مستوى تشكيلة الفريق هل ينجي أفريقيا فريق الآن متكامل هل فيه كل العناصر المدرب عايزها هل فيه بعض النواقص في بعض المراكز هل فيه غيابات أو إصابات مؤسرة ممكن ما تلحقش المباراة النادي الأهلي لا لدينا بالفعل لدينا بالفعل فريق كامل لدينا فريق مستعد قمنا بكل الاستعدادات الخاصة وأيضا لدينا لعبون من المنتخب المحلي من المنتخب الوطني لدينا لعبون مشاركون بالفعل منذ سنوات مع الفريق وأيضا سيكون لدينا استخدامات ولكن هذا في الانتقالات القادمة السؤال القادم لك هو سؤال خيالي خيالي بعض الشيء لو قلت لك تتمنى لاعب أو اتنين من النادي الأهلي يكونوا موجودين في فريقك منهم حسنا بالنسبة للعب النادي الأهلي هو شرف أن نحظى بأي لاعب من النادي الأهلي فأي لاعب من النادي الأهلي ينضم لفريقنا سيكون تطوير وسيكون تحسين لفريقنا بالطبع أتمنى بيرسي تاو هو لاعب نتمنى أن نراه بجانب فريقنا هو لاعب قوي جدا وحينما انتقل هذه النقلة الكبيرة من جنوب لشمال إفريقيا فأعتقد أن هذا كان رائعا وأيضا وأيضا نتمنى ولكن لدينا لعبين بالفعل رائعين يستطيعون أن ينافسوا سيأتون لمصر وأيضا لديكم أندية كبيرة في مصر بجانب الأهلي لديكم بيرميز على سبيل المثال فلديكم لاعبون رائعون ولكن اللاعبون التنزانيون قادرون على المنافسة ونحن مستعدون جيدا لهذه المرحلة وأعتقد أننا نتحسن شيئا فشيئا ونأمل أن نرى الفريق وأن نرى الفريق يوما ما كما هو الحال بالنسبة للأهلي أفضل فريق في إفريقيا أنا أشكرك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة واحد عرفات تحاجي نائب رئيس نادي يانج أفريكنز واحد من الأندال كبيرة في القرى الأفريقية له اسم وابع طويل جدا في البطولات الأفريقية زي ما أخبركم في بداية هذه الحلقة نفتح اليوم من اليوم حتى نهاية الأسبوع إن شاء الله ملف انتخابات نادي الزمالك الكبير الكبير نادي الزمالك الكبير تقول لي أنت بتقول لي نادي الزمالك الكبير ما أنا عارف هقولك لأ أنا بقول بس بكبر أكتر نادي الزمالك الكبير فالأهمية كبيرة فالمرشحين كبار فالاهتمام كبير فكل حاجة لازم تبقى على قد الحدث انتخابات نادي الزمالك هذه المؤسسة المصرية العريقة الكبيرة اللي نتشرف بيها قدام العالم العربي والقرى الأفريقية لابد أن يكون الاهتمام دائما بنادي الزمالك اهتمام كبير وعظيم بحجم اسم النادي الكبير بعد الفاصل يشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن أحمد سليمان المرشح على منصب العضوية بانتخابات نادي الزمالك خليكم معنا اشتركوا في القناة يعني ايه كلمة وفاك تاريخه عايش يحكي عنه الزمالك يعني انت لا أنا زمالكاوي وأفضل أقول أبقى على صور أنا زمالكاوي وعيشه في قلبي مالو الشروب على مفريدي تملي عال ولا غيره عن دفال زمالكاوي من يوم ميلادي ورحة المقوم أنا زمالكاوي وعيشه في قلبي مالو الشروب على مفريدي تملي عال ولا غيره عن دفال زمالكاوي من يوم ميلادي ورحة المقوم هكرر هكرر الكلام تاني اللي قلته قبل ما روح للفاصل نادي الزمالك نادي كبير دي حاجة مسلم بيها أنت مش محتاج كريم يقول لك النهاردة نادي الزمالك نادي كبير ولكن الزمالك عاش فترات صعبة مش بكلم عن الفترة الماضية بس وبرضو بقول تاني هي فترات طويلة كتير أوي آه كانت المشاكل تقل شوية تزيد شوية دايما كان الزمالك هذا الاسم الكبير هذا أو هذه المؤسسة المصرية العريقة الكبيرة اللي بتشرفنا في الوطن العربي وفي القرى الأفريقية كان دايما من جوه البيت في شوية مشاكل الصورة اللي احنا شايفينها خلال أيام الماضية صورة العملية الانتخابية صورة المرشحين الأحاديث اللي بتحصل الكلام اللي بنسمعه وبيترح يخلينا حاسين أن احنا هنشوف نسخة أو وجه جديد لهذا النادي العظيم الكبير من كل الناس اللي نزله من كل الناس أنا لا أستثني أحد ولا بقولي الكلام ده كمان عشان نضيف الكريم العزيز اللي موجود دلوقتي وبالعكس احنا دايما نقول إن المسؤولية صعبة جد دايما شرف وتشريف لأي حد إنه يشتغل في نادي الزمالك بس اللي داخلين دلوقتي انتخابات نادي الزمالك أو اللي هيفوزوا بانتخابات نادي الزمالك هم من حيث المبدأ أبطال إن هم تولوا المسؤولية في الظروف الصعبة دي لحد ما نشوفهم أبطال بجد وهم بيحلوا كثير من مشاكل نادي الزمالك اليوم وعلى مدار إسبوع هنتحدث مع كثير من مرشح انتخابات نادي الزمالك وهنبدأ بواحد من نجوب كرة القدم الكبار اسم كبير كحارس مرمى اسم كبير كمدرب الحراس المرمى إنجازات عظيمة جدا وتاريخية مش محتاجة عدد عشان أكيد حضراتكم كلكم عارفينها الكابتن الكبير كابتن أحمد سليمان المنشح على منصب العضوية من انتخابات نادي الزمالك وضيفي في هذه الفقرة كابتن أحمد منور الدنيا سعيد جدا بتواجدك معي أهلا بيك يا كريم وسعيد بيك وسعيد كلامك على المنظر الجميل في نادي الزمالك اللي الإعلام لها دلوقتي لم يظهره بالمظهر يعني بالوضع صورة نموذة جميلة جدا لانتخابات الأندية وبعد صراعات كتيرة جدا والناس شايفة الحب اللي بين المرشحين والإعلاقة المحترمة حتى على مستوى الجماهير مطلقية الانتخابات بإيصاد الرحب وعندنا مشاكل في الكورة وعندنا مشاكل في العراب لكن الانتخابات مدية تفاعل الجماهير لكن الإعلام لها دلوقتي مظاهر هذه اللوحة الجميلة بالعكس يعني أنا بادئ النهار بادئ النهار لكن أنا شايف خلال أيام المضايا تقريبا كل وسائل العالم تتحدث عن انتخابات الزمال كله الناس بتسلط الدوق على انتخابات نادي الزمالك والمرشحين لانتخابات نادي الزمالك إيه اللي ناقص؟ بيجيبوا إيه انت يراك أحمد سلمان كذا يا جماعة جماعة حاجتك الحلوة دي إيه نادي الزمالك النموذج الجميل ده ياريت كل الأندية يحتزوا من إحنا عزنا نكون نموذج للناس هو ده المطلوب نادي الزمالك رمزي كبير في عالم الرياضة المصرية والعربية والأفريقية لازم تتكلموا عن رمزي ده تقول ده إيه ده يتعلموا يا جماعة منادي الزمالك سيبكم المفضلات اللي بكده المرشحين بيقضوا مع بعض أنا جاي من شوية من دولات المنادي عليك ناس مو نفسي اللي هي في نفس المقعد عليهم معي وبيتكلموا عليها كويس وإحنا بنتكلموا عليهم كويس دي صورة غريبة أنا شفت الصور دي كتير قوي لو قال لك مثلا إيه في صورة فوتوغرافية مثلا إنت معدي وبتسلم على منافس لك في الانتخابات وبالأحضان كل الناس بتعمل كده دي صورة جديدة خالص على نازل زمالك كابتن حسين زرخت المرة مع الحاجة مجد العتال اللي هو وهني العتال كابتن شام نصر المرشح النائب ما وقف مع هني العتال احنا وقف مع مصفى عبدالخالق وقفين مع مروة الرفاعية من عندنا من الكامة بيقابلوا لحسين سمير شام نصر متصور معه وهني شكري وأستاذ هني برزي محمد طارق بيقفوا مع المنافسين ليهم كنا مع القائمة يعني عمر أدهم بتليهم وقف مع ناسه بتكلم معاهم حسين السيد نقيرة الأحمر بتقف مع كل منافسين ليها الشباب زيهم وشام نصر رامي النصيح بيقف مع عطول مع شام نصر من كابتن نصر إبراهيم اللي أحمد خالد وقف مع سيد خالد منتصر ما فيش أي مشكلة عندنا ما عندناش مشاكل مع حد كلنا منتبارة لصالح نادي الزمالك ومصلح نادي الزمالك وعزين نادي الزمالك مرحلة لأنه كلها هيعلى ونفس الوقت فيما يبدأ موجود دلوقت شايفه بين المرشحين اللازل لم يوفق يا با كل دور الأفقار وكلنا يعني كابت حسين لبيه بأول مبارح إلا وفيش حد في قائمتنا حصلوش نصيب لازم يكون معنا لدور بعد كده آه انت قلتوا كده مع بعض يعني كلنا مع بعض يعني لم نوفق في الانتخابات فإحنا موجودين في نادي الزمالك نشتغل طبعا قلنا جاي ناخد من نادي وشوفنا المؤتمر الصحفي القائمة الأخير طبعا عنده أستاذاني بيرزي في شركته شوفت نجوم الزمالك كله إحنا كنا مجلس أوزر قدامنا زمالكوية رؤساء بنوك ورئيس بنك مركزي وكمية البنوك غير طبيعية موجودة نجوم موظلة سابقين أعضاء مجالسة دارة سابقين الناس ده خطر الجامعة الناس ده خطر شركات صحاب شركات نجوم كورا نجوم في الإعلام نجوم في الألعاب الجامعية السلة والطيرة الحمد لله نادي الزمالك مؤسسة كبيرة جدا نقلق لها عن أي مؤسسة في مصر طيب هسأل من البداية عشان بس برضو السادة المشاهدين واجبهين نادي الزمالك وعضاء الجامعة العمية يفهموا ليه كابت أن أحمد سليمان في الأصل توجه للإدارة يعني الراجل هذا الاسم والسفيل كبير كمدرب لحراس المرمى مدرب تاريخي يعني لحراس المرمى مع جيل زهبي عظيم لمنتخب مصر إيه اللي خليك تفكر في الإدارة ليه ما قلتش لا أنا راجل مدرب لحراس المرمى وله إسمي ولا أنا من أجبل الأسماء اللي في مصر فأنا مكمل في الجزائي ديت أنا رايح للإدارة ليه خلينا زهب حليم حبيب صلى الله عليه وسلم لو أعرف خاتمتي ما كنت بدأت حلو حلو جدا حلو البداية لا الكصة أنا حلس سسنى في كرة القدم يعني مثلا الجهز الفني بتاع منتخب مصر الكابتن حسن شحاته ستار كبير جدا في نادي الزمالك عمل بطولات كبيرة جدا مع نادي الزمالك معه مدرب لعب ومدرب شوي غريب معه مدرب ولاعب حمالة صدي يمكن أن أمديك أكبر جهاز في تاريخ كرة مصر طبعا أنا الوحيد لما كنتش نجم في اللعب صحيح اتبطت باسم نادي الزمالك بسبب العمل الشرطي في سن 26 سنة بدأت أمرن سكتب فريل الأول في نادي الزمالك سنة 90 أو 89 91 خدت اتنين دوري وأنا لسه ما كملش 30 سنة مع نادي الزمالك خدت بطولة أفريقيا مع كابتن جار الله يرحمه خدت الصبر الأفريقي فما كملتش 30 سنة سنة 93 وأنا 63 أو 60 أو 30 سنة واخد 30% من بطولات نادي الزمالك فإسمك كبر بمرة واحدة عوض النقص فيه أن أنت ما كنتش تستار في قرط القدر ودي مش شكل يعني طبعا التدريب والحاجات دي مهنة احترافية بتطويرك بدرساتك بالكلام ده جوزي مونين ودايبا بنيدي المسأل يعني جوزي مونين طبعا لو نجم يجبيز هكذا من حسن شحاتهم مدرب قوتي بحكوز اللعيبة طبعا لكن ما كنتش أنا بالحطة دي فالحمد لله تشبعنا البطولات يعني على المستوى سيدي دايما مردده لننا واخد 3 أمه أفريقيا مع المتخبص واخد 3 العالم في فرنكو في الأرجنتين أكبر إنجاز في سريخ خورة مصرية في نواحد طبعا واخد اتنين دوري مع الزمالك واخد بطولة أفريقيا مع الزمالك واخد بطولة سوبر أفريقيا سعطي فرق فده مش موجود مع حد يعني يعني كابت نحسبش حتى مثال وانا دايما بقول خد بطولات أفريقيا لكن ما خدش دوري ولا بطولة أفريقيا مع نادي خد كاس مصر مع نادي المؤولين طبعا شاوه غريب خد 3 أمه أفريقيا بخيز بقى 3 أمه أفريقيا ده أكبر إنجازات كورة مصرية شاوه غريب خد معي 3 العالم لكن ما خدش دوري مدرب كدوري أو بطولة أفريقيا أو بطولة صبر أفريقيا كابت نحن وصد كذالي فدي ميزتك بسبب ارتباطك في نادي الزمال عظيم فوصلنا لمرحلة من هذا التشبع وكنت خلاص دخل على منصب اللواء فقلت لأنا أخدم أرد يعني الخبرات اللي أنا أخدتها من عمل الشرطي كأدارة وانا عدت 25 سنة في دولة وزارة الداخلية من 25 إلى 20 إلى 20 وفي نفس الوقت اللي خدت خبرات في منتخب مصر ونادي الزمال قلت أخدم النادي اللي عمل اسم أحمد السليم حيلا قدمنا في 2014 حيلا قدمنا واكتهادنا وسنة 2014 عملنا عمل مؤسسي محترم من أحسن سيئة نادي الزمال كمجلس إدارة وكعمل وقدرنا نعم في 2014 في قرية القدم وناخد به دوري وكيس بقنا بعد 10 سنين ما خدناش فيهم غير كيس بدأت بقى الخلافات فتجنبنا الموضوع وبدأنا نظهر تاني في الكادر اللي احنا جينا نخدم نادي الزمال لكن الأساس على هذا التغيير كان البندل قدامك والهدف قدامك خدمة نادي الزمال ورد الجميل نادي الزمال في 2014 أنا أتذكر جيدا لما كابتن أحمد السليمان بين كوسين يعني بيعمل شفت كارير من راجل فني لراجل إداري في نادي الزمال تصورنا أنه كابتن أحمد السليمان يخش المجلس آه راجل نجم كورة بس مش يبقى لي دور مؤثر مش يبقى واضح بس من أول سنة أنت بقى ليك شكل وليك صورة وليك صوت وليك صفقات واسمك بيكبر بسرعة إداريا يعني خلاص فنيين ده على جم بس إداريا أنت بسرعة دخلت في المجال الإداري والله يعني عادة خدتها فيها اللي أنا بحب أن أروح مكان أبتكر يعني سوري في الأفضل يعني نضرب حراسة المرمة كان حاجة سنوية في أي جهاز لا مع المنتخبات ومع نادي الزمال كدير تعمل يعني اسم تقل من نضرب حراسة المرمة دخل أي جهاز حاله من المستوى الاجتماعي دخل الجهاز والمستوى المالي يعني قتلت أن المدرب حراسة المرمة يأخذ فلوس كويسة يعني النهاردة أنا رأيي طول ما عندك حارس مرمة وميز وخط دار وميز أنت بتلعب على المكسب طبعا لكن النهاردة لو تفتكر 98 الأرجنتين زيكو فالكاو والناس زيكو لا كان من أحسن كرة الأرجنتين ما كانش عندهم حارس مرمة ما كانوش كاس عالم طالب الخط الدفاعي بولوروسي خادوا كاس عالم مصبوط فدي صنعت هذا الموضوع وبدأت بفكر لا نعم فما جات موضوع أن أنا أمسك إدارة في ناس زمالك أه جاي مش عايز أخد منظر عاده مجلس إدارة لا أنت جاي تخدم النادي ديرنا اللي إحنا الحمد لله دورت إزاي النهاردة مثلا هدوء كرة القدم تجيب مدير فني محترم تعمله السكرار تجيب جايز فني عنده خبرة تبدأ تشوف لعيبة متنجنسة إزاي ولعيبة في تواصل أجيال ما ولا فريق ناشئين ولا فريق صغر السن ولا فريق كبير صحيح تقدرنا الحمد لله نعمل ماكس بين الموضوع ده زي ما حصل في 2006 و2008 من جيلي كابتن الجهري أحمد حسن وعصامر حضري حتى كان أصغر واحد أحمد فتح 84 فالأجيال دي كلها قدرنا اللي هم عملوا المنتخبات اشتغلوا مع كابتن الجهري اشتغلوا مع كابتن حسن وشوء غريب عمل ميكس في هذا الموضوع دينا نعمل هذا الفكر البلد الخبرات اللي انت خدتها طب فدايما بتحول تبتكر وتحول تدور حتى في أيها مستدد تدريب أنا رحت دراسة في برشلونا وروحت دراسة في معايشة مع بفون في ليوفينتوس قال له أنا مش بعتمد بس على موهبتي يعني في تدريب لا لازم تطوير المعجال الرياضي وفي نفس الوقت في العمل الشرطي حظ دينا اشتغلت في الشرطة وفي الكورة الصحة اللي اتنين عامل مشتركة العامل مشتركة في إيه انت الشرطة بتقوم على التدريب والتحديث والانتباط والسلوك والشكل العام في كورة القدم التدريب والتحديث وانتظام اللعيبة ومعسكراتهم وأكلهم وشربهم فالحمد لله اللي اتنين اشتغلت في مجالين بيميلوا البعض طيب الفترة عنها فترة عدو مجلس إدارة وحصل اللي حصل ما بقتش موجود بعد كده نزلت انتخابات نادي الزمالك على منصب الرئيس وخد عدد كبير من الأصوات الحمد لله دي ايضا كانت تجربة مهمة بالنسبة لك احنا عدنا سنة ونص مع دارة كنا مشين كويس وكانت إدارة بتساعدني بقى معنام رئيس نادي كان بي يعني ميديك باور كوي جدا لكن تخطي لان بقى ان احمد سلمان علي نادي الزمالك محتاج الناس كتير محتاج رئيس نادي ومجلس إدارة وده اللي بنعمله ومحتاج نس من بره كمان من بره حتى وكابتن حسين لبيب رئيس للقايمة بيقول كده احنا عندنا ملفات سعة كبيرة جدا احنا منظومة زي نزمك منظومة كبيرة جدا محتاجة النشاط فحصل اختلاف وطورنا وحتى كان بالتعلاجها كويسة إلا ان حصلت جاوز لقيت الجمهور بيشجعك في ناس كتير مجالس إدارات مثلا من 2009 ل 2014 يعني كم سنة حوالي خمس سنين وقابليها في ناس في مجالس إدارات لم تؤثر في الناس زي ما انت قلت من شوية مما جيت في 2014 وعد سنة ونص لقيت الناس بيتوجهك ناحية ان انت تبقى رئيس نادي شايفين كادر إداري وش عرف احمد سليمان عمل احمد سليمان جاب احمد سليمان روح احمد سليمان جي فبدأ يبقى فيه واحد في مجلس الإدارات في جزء الفن اسمه بتردد طبعا غير القائد او غير رئيس نادي في ناس بطرفش انه فيه الجزء الفني بتاع الفرقة والجزء اللي هو التسويق بخبراتي في المنتخبات حتى ايام المنتخب كان كابتن حسن مديني دورج الحراس المربع اما كنا نلعب ماتش مثلا معقود دوبار في فرنسا انا سافر قبلها باختار المكان المعسكر الصحب الكلام ده كله اللعب في الجزائر ماتش جزار في الجزائر انا سافر قبلها فترة واختار الفندق يعني شافوا فيك هذا الحتة لجنب تدريب حراس المربع هاي فعملنا موضوع الانتخابات عملنا موضوع التسويق الشركة كان اول ظهور لها اعدت معهم وفي نفس الوقت ان اندي المنافس كان بتقعب معهم مرة واحدة حسنت اللي انا اننزل الشركة جاية جديدة و وناس السوري انا اسمع بيتقرننوا عليهم اللي احنا عايزين كذا فانا قمتخطفهم بسرعة ومدخلوا من نادي الزمالك يمكن اندرموا نفس خدوهم بعد سنتين يعني نادي الاهل مثلا اخي جاب صلة في الفترة دي وبعد كلا جاب بعدها وعرضت عليهم تفكيري فالناس ساعدوني يعني عملت مثلا معهم فجرة التسويق كان نادي الزمالك فترة للأسف حصل ناديك وناديك ومش قادر خدمي للفريق الى جانب جزء مالي يعني اخترت الفنادق بتاعت مصر الاي ماتش على مستوى الدولي هلع في الاسماعيلية بنام فين هلع في معسكر في الزمالك فين المعسكر بداية الموسم مختار خمس فرق اوروبية اللي هي متخصصة المانيا والنمسا في المعسكرات اخترت موضوع الملابس الاحتياجات الملابس للفريق كلها من اول الموسم لنهاية الموسم احتاجها فكرة الاتوبيس المعصير المية بتاعت اللعيبة كم كميات مية على طول السنة اللعيبة تستعملها السفرات افريقيا فريق راح افريقيا اربعين تسكرة خمس فرستقلاس للجهاز الفنادق بتبقى على فندق خمس نجوم كل ده خد بالك بس عشان انا اوضح للناس قد يبدو الحاجات اللي انت بتقول هداية عشان انت بس عشان انت منقرض في الادارة عند بعض الناس يقولك يهو بيكلمني في مية ان دلوقتي انت بتوفر ملايين لنادي الزمال ملايين اه يعني الحاجات اللي انت اوضح دي كلها وانت بتتكلم كده عمال عد ملايين اه انا بتتكلم احتياجات الفريق ما انا كلمته في طيران انا ربين تسكرة طيران بالضبط معسكر في اوروبا ده بيكلف 3-4 مليون 40 فرد واخبال حقيقة بتالي عن مشات رسمية وبتاعه اللعيبة ما دي ملايين بتتدفع طبع انت بتتكلم مثلا انت صوري مية انت عندها قماتش او اللعيبة انت زي ما تشوفه اوروبا اللعيبة بتخرج من المعسكر بتشرب في التدريب لا لا ما تقول كل التفاصيل دي بفلوس كتيرة جدا بيحس ان افلت زمالك اللي انا شفته تعرض لازمة مالية اه ما قولكش مش لايه انت انا شفت خبرات ايه ناس زمالك مشاكلنا اه اخبال حيك اه ما عندناش فندو مش عايز اقاب ناس زمالك عشان مش قادر ندفع فلوس انت عارب بقى بسم الله ما شاء الله الاعلام عندنا جميل لهم ايه منصيط عليك يعني ما فيش ما هو بالمناسبة الاعلام مش عايز اقطعك بس يا ما هو في النهاية دافع دافع يعني على فكرة ده كان سؤال بس يعني بس خلينا اقوله دلوقتي وتعالى نكمل بقى بعض الموضوع بتاعي سعني نرجع لها تاني لترشوحك ترقاس نادي زمالك عشان برضو فيه سؤال مهم بعدها بس ليه دايما وده السؤال اللي بعض سأله هنا في البرنامج يعني ايه نادي الزمالك كنت راجل اداري هو ناجح نادي الزمالك هذا النادي اللي هو شعبية بالملايين يبقى عنده اي ازمة ملاية دايما نقول لو انت عندك منتج منتج عادي كده وبتبيعه الالاف الناس هتكسب مش هتبقى خسران فده يدي الزمالك براند كبير جدا عنده ملايين من المحبين وعادة الزمالك في ازمات المالية على فكه انا مش بتكلم برضو تاني في المجلس اللي فات بس انا بتكلم على مدار سنوات طويلة وين اختلفت حجم المشاكل يعني في بداية التسانات طول عمر الناس زمالك من اكبر عقود لعيبة على المستوى في الإقارة القدم وحتى هذه اللحظة واقوى لان دايما لعبت زمالك حريفة بيبقى لهم بريستيج واده معين فبيحبه يعني من ايام علي خليل وفرو جعفر وحسنش حياته بطعين فن وهندسة يعني زي ما يقول طبعا فدائما كان عقود الزمالك كتير لكن في فترة دخلت ناس والقصة في سراعات ورجال الاعمال بي كان بيتيجي بتخدم اشخاصها يعني بتخدمش نادي الزمالك وبدت عدم الصرف في اماكنه وتتطور النادي او الكوادر الادارية في نادي الزمالك حجبت فترة فحصل ضرب في هذا الموضوع لازم نعترف بدليل احنا مثلا في المؤتمر الصحفي بتاعها لو حاجبت يجيبه المؤتمر الصحفي اللي كان معمول للقايم من يوم الثلاثة اللي فات شوفوا القايمات كلها الموجودة طبعا شوفناها يعني في ناس بدرجة رئيس وزر قاعدة ودرجة وزر قاعدين وراء وسائل بنوك ما كل درجة كانوا محجوبين عن النادي صحيح فالقصة ماشى في كادر محدود وبكرة تشوف تاني ناس وناس تاني يعني مثل السيد محمد تريبي كان في قايم في لجنة أستاذ حسين لبيب رجل رئيس بنك مصر عيده مجلس في الانتخاب أستاذاني بيرزك رجل أعمال والناس ليس جاي تدفع فلوس الناس جاي تطور الأداء رجل أعمال جاي يطور ممكن معي شي دي بس من نقف عنده انه أحيانا الناس تتصور انه لو يقفر جاء الأعمال في مجلس الإدارة فالهدف منهم انهما يدفعوا فلوس نادي الزمالك لا يقدر عليه رجل أعمال نادي الزمالك يقدر على نادي الزمالك نادي الزمالك هو ليقدر يجيب الملايين لنا الزمالك صحيح رجل أعمال ممكن ازاني أنا في حاجة يقول فكره يقول بقى فكره رجل عنده حجم أعمال مثلا كبيرة جدا عمله إزاي تطور عمل مؤسسي الإدارة مختلفة أكبر مثال الإدارة النديم في مصر المقولين وإنبي بس دائما أنا بنسل بالمقولين إيه دي البداية عندية الشركات أكتبعنا في المؤولين صغير خدونا الجبل الأصفر عندها 14 سنة كنا بنتمرن في تحت كبري نادي كبري استقطوبر عند نادي جزيرة ده كان نادي نادي ده بتاع نادي الإسماعيلي ملعب الفرع اللي هو عند الخيل ده كان نادي الإسماعيلي أيام التهجير أما الإسماعيلي الإسماعيلي رجل تاني بقى نادي المؤولين بدايته صحيح واخبار حيك فوقت صدق الله يحرمه مصمان أحمد مصمان جاء في وقت صدق الراجل الفني اللي هو بتاع الناشين وقال له اعمل بتاع الناشين وعمل فريق خرط قدم وإحنا ماولين احنا الهندير كأدارة راحوا عاملوا جابوا في جبل أصفر جبل عاملوا فيه مأستاد وعملوا فيه نادي وبقى فيه كيان صحيح الإدارة مختلفة عن الفنيات لكن طبعا لو أنت كنت أدارة وفني مع بعض الاتين دول جملة تبقى نزلت انتخابات نادي الزمالك على منصب الرئيس وكانت مفاجأة أخر يعني وجودك كعضو في 2014 بهذا التأثير كان مفاجأة مش تاني مش تقليلا منك انت راجل فنيا كبير جدا ولكن إدارة انت تقدم نفسك لأول مرة جميل نادي الزمالك بعد كده انتخابات على رئاسة نادي الزمالك والكل قال لا المنافسة صعبة جدا وهيكسب ازاي ومستحيل يجيب أصوات بعد كده جبت عدد أصوات كبير جدا كانوا كم وقتها خمساشر ألف سوات خمستاشر ألف سوات خمستاشر اللي حاجة بسيطة هذه التجربة حكي لي عنها بلدوش هيك التجربة أكيد تجربة من أحسن التجارب عندخلت الانتخابات مرتين لكن التجربة الأولانية كانت هادية شوية الناس مش متخيلة ان احمد سليمان يقدر يعمل حاجة فشغلت بقى ريحية وعملت كان رئيس النادي المنافس سأقول لك أحمد سليمان هتدي له صوت أروح أعمل الانتخابات في بيته كلام ده موجود في الإعلام هتدي له صوت وصوته هو مش أخد منهم يعني وبدأنا نتوقف ونتشطب القايمة ككل يمكن فيه مثلا هنال عتال خض له قرار بعدم نزول الانتخابات والحمد لله قبلها وشطبه ورجع قبل الانتخابة بـ 24 ساعة أو 48 ساعة فكل ده ما كانش موجود لكن قدرنا عملنا مؤتمر صحفي علامي في المريض وأنا اخترته بعناية جدا واخترنا القايمة كناس تؤال كان معايا هنال عتال نائب وكان معايا من صندوق الله رحمه سيف العماري وكيمة كبيرة جدا وعبدالله جورج كيمة كبيرة وحسن السمري ومصطفى عبدالخالق مجموعة يعني الناس تغربت أحمد سليمان يدير قواني القايمة دي بس قدرت مع ناس محبين وناس حب تنادي الزمالك للأسف دول عندهم يعني لازم ياخدوا نائشين الفترة الجانة بإذن الله ربناك سهل أما يحصل المجلس داله وربناك قارم القايمة هطلوا من القايمة إن شاء الله وبين مجلس دارة تكريم كل ناس نزل التخابات اللي فاتت حيل في الأسماء كتيرة جدا طوارت حيل اللي انت قلت ده حيل لا لا طوارت واستخبت وما كانتش بتيجي لدي صوتها وحزين طبعا في ناس بتستحمل في ناس بتتطور طوالك مش عايز لكن ده صوتك حتى يعني 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 أنا بعض اتذكر في انتخابات 2017 مين جي وقف يعني في كرة القادرة يمكن حاسم إمام جي ونص ساعة ومشي أقاد ترخيله نص ساعة في 22-22 سمعت إنه من نس جي سليم على حت مرتضى وما جايش ده من تكلم يا جل كرة القادرة إنه نادي الزمالك نادي خورة في ناس فالناس اللي تحملت ونقصة 2017 ونقصة 2022 دولة لازم يكون ديهم لوحة شرف إنه قدروا على احنا ما كناش بنقابل الأعضاء احنا جبنا الأرقام بالنظر بالعين نخلنا مرتين النادي وبص في عينك فقط لإني لو كنت بتصور جنبك أن رجل ده بتشتف فقلنا بنراعي الأعضاء وياما كمية احنا لست مرجعين المرأة من يومين كده ربعمائة وخمسين واحد مشتوبين اترفعوا علينا قضايا أول مبارح علينا مثلا إننا حمس سلمان كان مشتوب ما نفعش إيه يرشع مصطفى عبدالخالق أنا شكري المجموعة كلها شام نصر فإحنا مشتوبين ومعنا أعضاء وحطوين في الكشوف والأعضاء دي خلاص حكم لا لسه بخرة يوم الحد لسه في أي حاجة ممكن تحصل ستين واحد كنا مشتوبين إلى جانب طبعا كيف تحسل أبيب ومجموعة تانية وحصان مندو بس الغضاية دي مضمونة يعني ولا إيه إن شاء الله هيا 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 عشان ما مش هنشوف مفاجئات ولا حاجة بكر لا لا بشي مفاجئات بس ورقة مظبوط يعني على واحد حد يقول نكابت حسن الله بيشفر كابت النادي زمالك في اليد يعني برضو فروض جفر بتاريخه حساب المندو راجل برلماني ووالده كان أمين صندوق وكان في اللجنة اللي فاتت دا لسه في لجنة من سنة عا السؤول إن هو ما ينفعش حاجات حتى لو فيها حاجة معيب اللي إحنا نعملها وللأسف ناس دخلت من المنظرة ويعني في ناس دا الرسوم أنا يعني ساعات باح يقول لك لا المرشح هيدفع نصف مليون هو راح يقدم يعني في ناس واحد دفع خمسة تلاف جنيه دا رسوم الترشيح طلع في الفضائيات وبيتكلم وتقطيع ما روش حاجة غير يقطع في اللجان يقطع في المناس المنشرحين يقطع في إحسن اللبيب وقطع في أحمد سنة ودي حالات استثنائية في الظرف اللي أنت كنت تقولي عليه دا الظرف جيد ناس عايزة حاجة زهرات بسيطة يعني لا تذكر يعني زهرات كده لكن الشكل العام حلو الشكل العام حلو عشان كده عارف أنت عشان بس مضاء القضاء يعني أنا أقصد أنه دايما وأنا حتى وأنا كنت أتكلم مع زهرات بقول لهم إحنا عايزين نحافظ على الصورة العظيمة دا يعني هي الصورة حلوة في انتخابات نادي الزمال عارف أنه لو ما كناك قبت أن أحمد يعني دايما ما مش هركز أنا هركز مع الصورة حلوة عشان تقولت موضوع القضاء يعني حتى لو أنا النهاردة في قضاء ما عطش أطلع على الوراء وعد على قرف يعني يعني ناس مريضة يعني طيب أنا سألتك ليه على موضوع عن انتخابات رئاسة نادي الزمالك أنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش من سايت لحد دلوقتي أنا مش مستوعب يعني إيه شخص يكون جايب أكتر من 15 ألف صوت في انتخابات رئاسة نادي الزمالك لا التانية 17 عفوا 17 ألف 17 ألف 9 ألف صوت باطل المعلومات اللي عندي أنا لايه فيهم 8 ألف صوت كمان ما يقول لهم يعني مالو أحمد سلمان وعملين أي أعلام بتبقى بايزة 17 ألف وقتر تمام 17 ألف صوت وقتر وتيجي في الانتخابات الحالية أنا مع أنا مش قادر أستوعب أنا أصلاً راجل ناجح كرئيس أو هنجح كرئيس أنا عندي أصوات ياه النهار دا الحمد لله باتحك تبدمع في الحاجة دي الحمد لله باتحك فأنت فأنت كررت طوعية تبقى عضو مجلس إدارة حتى مش ناية أنا عضو مجلس إدارة أنا في أي مكان في مجلس إدارة نادي الزمالك أو في القائمة نادي الزمالك بلا ياسد لأستاذ حسين الله بيبقى كابتن حسين الله إزاي إزاي اللي يعرفه أمع ياكا أحمد سليمان يعني زي ما قلتلك من شوية نادي الزمالك يعني يجميل جداً في رقبتي سوري يعني إزاي أنا كنت ممكن مخش أنا ساعة ممكن النفس كده الواحد دردش مع نفسه يعني طب إنا خلانا دخلت بكل ده سبع سنين أنت بتصرف من دمك وبيتك وواقف وعصابك وعصابك ولو كنا بنطلع في قناة كان الإدارة الزمالك بتتصل بالقناة تتجاوز في حقوقها وياما يعني كنا ما لو أعلنت قبل القناة بساعتين أن أنا رايح مثلاً عندي كريم تلاقي التلفونات على كريم تيك 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 الراجل حتى المضيف متوتر والعلاقة مشكلة هو ممكن يحصل اعتزار لأنه كان بيحصل تهديد للقنوات فأنا الوحيد اللي أقدر أحس بحب نادي الزمالك مش لازم أظهره للناس يعني يحب نادي الزمالك فوق حقك كتير جداً أهلي بيته عارفينه وحتى سعب يقعدوا معايا ومتقل لك تعبنا ليه وإيه التجاوزات اللي حصلت في حقك وليه يعني مثلاً أقول حياتي كلها في حقتين في الشرطة من 87 إلى 95 داخل كنت في السجون مبعث سجون ومن 95 إلى 2020 كنت في دوان العام مريت على وزير حسن ألفي حتى السيد الوزير الحالي محمود بيتوفيق وخطر راجل ليه فكان ممكن يعني أسيب المجال ده وفضلعت في الشرطة لكن أنا شايف حب لنادي الزمالك يمكن ضحيب بعمل الشرطي ضحيب مجال التدريب بتاعي ضحيب بتحليلاتي في الماتشات قلت بمتعاقد مع القنوات وبعاك حصل مشاكل فانت رأس مالك حتى وقف يعني رأس مالك وقف عملت بزنس خاص تحاربت فيه كل ده كان محاربة في الداخلية تحارب في الداخلية من أشخاص بتحارب في القناة الفضائية بتحارب في العمل اللي هو الرياضي حتى ما عملت بزنس بعمل نادي حصلت أجاوز فيه وناس تحاولت سواء صمعت النادي اللي أنا بمسكه أو بعمله مع ذلك صبرنا وعملنا ففي الآخر نادي الزمالك ما يستحقش هذا المنظر وحبيت النهاردة بتخيل الشكل أن الناس كان بيتراهن على نادي الزمالك أن بعد إدارة معينة هيتحول للعراء فهدف نادي الزمالك نادي الزمالك مش العراء نادي الزمالك والزمالك كان فيه لفظ بطوله الإدارة السابقة نادي الزمالك بعديها بالعراء تعرف العراء والانقسامات ما يحفظهم كلهم وشعب عظيم فالنهاردة نادي الزمالك مش العراء نادي الزمالك النهاردة نادي الزمالك العاب الرئيضية رموز الزمالك كلهم بيقابلوا بعض وبيحبوا بعض فده مش أحمد سليمان اللي يروح يعمل قايمة وياخد فيها مثلا مجموعة إيلة كابتن حسين ياخد قايمة ومجموعة إيلة كابتن فروج عفل ياخد قايمة ومجموعة إيلة محطوط كابت لازم نعترف إن كان فيه كابت على عضايا الجمعية وفيه كابت على تخل بالك تقال أنت عندك ميزة النهاردة كريم سيب الموضوع يعني الواحد طلع لجوه فضل يا كابتن وده موزيع طب موزيع شاطر فضل يا كابتن فالكابتن اللي على عضايا الجمعية كابت على جميع نادي الزمالك الكابت على رموز نادي الزمالك الكابت على الأمن والموظفين والعمال الكفات والشاب احنا بارح بنعمل عمره كان مجموعة من الماء قايمة عاملة حوالي 20 مرة واحدة قايمة سيخنا وصلنا 45 من قتر ما شوفنا الناس الضغط في العمال الغلابة الستات والعمليين وعملنا القرع الخات 45 واحد كل دي ضغوط كان الجامدة جدا على ناس وخد فأنت بصيت لمصلحة هذا الكيان بصيت لمصلحة نادي الزمالك موستش نادي المهاردة معروف إحصائيا إن أحمد سلمان وقارب واحد لنا لأن تنزلت مرتين خدت أسواك كتيرة جدا وفي نفس الوقت بعرضه بأمانة أكسم بالله أكسم بالله أنا طبعا عارف الناس بتغذل لم أتوقع لأن أنا من لمدار 2015 2020 دخلت نادي حوالي 6-7 مرات من ضمنهم مرتين الترشيح تقدم ورقة بتاعه لكن بعد ما مش المجلس السابق وقابلنا الناس لم أتوقع كمية هذا الحب فدي كان عندي كفاية كأحمد سلمان ردت ردت دقتي وردت الضغوط اللي كان علي إن أنت شفت ناس بتحبك شفت ناس بتدور عليك شفت ناس حبة حبة أحمد سلمان فده حسيت اللي أنا كل الكلام اللي أنت قلته ده عظيم ومؤثر جدا إيه اللي يمنع ما حبك العظيم لنادي الزمالك ده إنك كنت تنزل رئيس نادي الزمالك فهتقدمه بحب شديد جدا قدام كابتن حسين لبيب قدام كابتن فإيه اللي يمنع لو كل واحد فيكو كرئيس نادي عنده مشروع ينزل به بما إن الجميع يحب نادي الزمالك تعرف رأس بالانتخابات ونادي الزمالك دلوقتي محتاج مجود غير طبيعي أحمد سلمان كورة القدم هي أساس نادي الزمالك هنزل رئيسة وكورة القدم فيه مشكلة طب أنت هتدبر المراغ المالية طب أنت هتشوف موضوع الاستداد الاستداد الزمالك هتشوف موضوع 6 أكتوبر هتشوف نادي الاجتماعي هتجيب موارد فلوس من الناد فلقينا مجموعة متكاملة مجموعة لكابتن حسين لبيب وحصل توافق للفترات اللي فات احنا على مدار الشهور كلنا بكنا من اجتمع حب نادي الزمال كانت البداية من عندي وعملنا صحور في رمضان اللي فات مجموعة ليا وكان بتقعد مع كابتن حسين وبتقعد مع الناس كلها بتقعد نادي الزمالك ووصلنا يعني وتوجهة الماثر وبعد كده في مجموعة تانية عن طريق نادي الزهور كم ناس محبين بدأ العملية كلنا مندور على نادي الزمالك حيلا أن نخلص المرحلة سابقة واندور على مصلحة نادي الزمالك ممتاز أنا تفضل كم من لأ كم من خلاص ما جينا القايمة اللي كابتن حسين كان معه أستاذ هاني بيرزي ومحمد الإتريبي وحسامين مندو وحسين الساد عملوا إنجازات في نادي الزمالك ليهم مع ليهم بس في الآخر في وقت صعب يدور ياخدوا بطولات ويفهموا الناس أن نادي الزمالك اللي بيجيب البطولات وليس ده موجودة على رئيسته هو اللي يجيب البطولة لا اسم نادي الزمالك داخل أي بطولة معا خمسين في المائة وبعد كده بمجهودك وبإدارتك بتديك الخمسين في المائة التانيين يمكن تكون بتلاعب فرقة هي مستوى الفني أعلى منك لكن الرهبة نادي الزمالك رهبة كبيرة جدا للفرقة المنافسة وليها وضعها فدي وجات مجموعة طبعا تانية اللي نزلت معايا في القايمة وشام نصر وهني شكري وعبدالله جورج ومصطفى عبدالخالق ومحمد طارق دي مجموعة كانت وحسن السمير مجموعة كانت كبيرة فحصل في الآخر اللي احنا بنندمج أحمد سلمان يجي مسك ملفه الكورة مع حسين السيد الكابتن حسين نبيب على الهد وبيدير الملفات شام نصر راجل مهندس وعنده خبرة انشائية هني شكري بتسويق وكل دول تبقى معهم الناس كتير نادي الزمالك اللي هو انت عامل فانت عاملين فريق كورة بكل واحد في مركز اللي هو في مهاجم وفي مدافع في حرس مارما انت عايز تعمل يبقى فيه فريق منساجم فانت ساعتها ما فكرتش في البوزيشن او اسم المصر تاني حاجة انت كنت على منصب الرئيس بعد الرئيس خلاص يعني ولو فكنت ممكن اقول لك انا عايز نائب عايز أمين صندوق طب انا عايز أمين صندوق يعني احنا فالفين واربعتاشر عاملتي سنة ونص وانا مرة واحدة او تروح الازال زماني لا السوشال ميدي طبعا والحاجة بتقعوا تقرأ الناس شوفها اي زي سيبك السوشال ميدي الموجهة والجلجان كريم بيكتب ده الراجل ده بيكتب من القلب خد الناس العشوائية ما تاخدش الناس الموجهة فبتوقع تشوف الناس شافيت فيه كريس نادي شاف فيه كادر اداري كويس هي دي اللي شجعت خليها تنزل الانتخابات عظيم انا ما اجي الفاصل كلها عشان حب الحلوين دولي خنروح بقى الاول فاصل لسا مكملين هذا الحوار الممتع مع الكابتن احمد سليمان مرشح على منصب العضوية من انتخابات نادي الزمالك خليكم معنا انا بحراتكم مرة اخر لسا مشرفني ومن ورن الكابتن الكبير كابتن احمد سليمان المرشح على منصب العضوية بانتخابات نادي الزمالك كابتن احمد نفتح بقى شوية ملفات عشان جمهوري الزمالك لا جدا دي ايه عشان الجمهور لا ده عيباد وما قفونا انا بسألك من قلبي واحدة من الملفات المهمة جدا ودائما من اسأل الناس المرشحة لانتخابات نادي الزمالك هتعملوا فيها ايه عندك ديون بالجملة مشاكل في فريق قرة القدم بالجملة ديون للزمالك تصل لعشرات الملايين وربما مئات الملايين وحاجات كلها متفجرة انت المفروض جاي وانت عارف ان ده موجود الحلول جاهزة يعني اول ما هتيجي تشتغل في نادي الزمالك مش مكلمة الكابتن احمد كابتن احمد وقائمة او القائمة اللي موجود فيها يقدروا يحلوا المشاكل دي بسرعة ولا هنسمع الجملة اللي هي اجماعة سامحونا احنا جينا لقينا مشاكل كتيرة والامور صحبة جدا فازبروا علينا هنعمل ايه يعني اما كلمات زي ما الناس بتتكلم احنا فيه رقم واحد بتسترد اسم النادي الزمالك ببريكو يعني ايه ببريكو لا اسم النادي الزمالك لكن بريكو ما عوش اي شوائب ولا اي طراب هتلاقي بتعمل عقد مع مع معلن عارف انه بعد بكرة مش هيتهاجم وهيتلع برة ولا الكلام ده كله هتلاقي اصحاب حلات فيه تعامل محترم وفيه عود بتحترم هتلاقي شرقات رعية بديتعامل معها قويس هتلاقي مؤسسات في الدولة وخارج الدولة بيحصل فتح حوارات معها لتنظيم ديون نادي الزمالك بالتزامات يوم كذا وكذا 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 وده حصل حتى يعني اللجنة الزغيرة دي اشكرا فعلا دكتور اماد البناني وستاذ احمد الوطن وايمن شعراوي ومعهم ناس كتير واحد اسم محمد مسعود مجموعة بتشتغل وبتخلص حكتير جدا وفي نفس الوقت فيه بقى الاسم بتاع نادي الزمالك ببريقه هنبدأ نخطط لهذه الأمور كلها وتتحل ونقطع من الملفات كلها واسم الزمالك هو الضامن في كل هذه الديون وجزء تاني من خلال مسكنات من ناس محبة النادي الزمالك اللي تخليني تدمر يعني الجروح تخففها لغاية ما أفخفها هاخد نفسي باش ها هاخد نفسي وده بيحصل لفتر الفاتد اتعامل سنديق من ناس لعبت الأفاركي خدوا فلوسها منهم المدير الفن الأجنبي خد فلوسها منهم اللعيبة اللي عندها مشاكل خدوا فلوسها منهم التبرعات الجميلة للمنظر الحلو يعني أنا مبسوط إن عضاء الجماعة يستنفذوا لكل مرشحين الإحصلاحات في المرافق النادي بتتم عن طريق المنافسين أخبالحيق والجميع المرشحين واتباروا لإظهار حاجات للرأي للجماعة العمية وده في صالح النادي الزمال اللي بيدفع أو اللي بيساهم أو اللي بيساعد دلوقتي هدفه إنه يفوز بالانتخابات ده جزء وجزء لا بس أقول لك حاجة بعد ها هدي مثال يعني إنه يعني بعد المجلس اللي فات يعني أنا بتهايلي من واحد تاسع أنا ما ظن فيه صندوق تعمل بسرعة جدا من ناس بتفكر في الترشيح وناز غير أعضاء في ناس الزمالك زمالك كوي هادش أصل ومش هتترشح ومش أعزي إسمها يتقال كمان يعني فيه شخصية زمالك كوي كبيرة جدا دفع كتير جدا الفتح الفاتح يعني الراجل رفض مثلا يعني رغم أن أنا بابا كلموش أو يعني مثلا أستاذ مامضو عباس دفع حاجات كتير جدا اللي أدعي لذكرها أسماء يعني ده عشان موجود في المجال فيه ناس زمالكوية كتير غير معلنة رجال أعمال دفعوا كتير جدا ويرفضوا لو سموا اسمهم يقول لها مش هديك حاجة داني لأنه زمالكوي زمالكوي بيحب بنادي الزمالك طيب وفيه ناس مرشحين برضو تقال حطت الصندوق طيب الزمالك في يناري اللي جاي مفوض يشتري العيبة صحي كده أنا بجيب أتكلم بقى يا الراجل هيبقى مسؤول ملف كرت القدم لو لا أنت بدأت من الآخر ايه الأول عندي فاق كيد عيب بس أنت بتكلمني في يناير ما أنا بكلمك على اليناير دوت أنت بتكلمني على الآخر حاجة لا ما أنا بكلمك على الي في يناير دوت هتوصله إزايش ما هو ده بقى اللي أنت هتقوله كله ده عشان تبقى عندك فتحة كيد في يناير وتشتري العيبة أنت محتاج بقى تحلي المشاكل البلان البلان ده رقم واحد الأول ده فاق القيد مش أن أيوقات أموز العيب أجيب أجيب ناتزة مالك ما ينفعش بقامته وجمهريته يبقى في الفيفة على الصائب بتاعها من النادي ده ما أقوف كده دي وصمة عار في تاريخها زي ما حصل كده تحويل مجلس دارة ناتزة مالك مرة الأموال العامة دي أكبر حاجات دقيقة نرغم أنا مختلف مع الإدارة لكن يتم تحويل مجلس دارة ناتزة مالك نابت دي حاجة كبيرة اسمت إيل يعني زي ما والدك مثلا أو حد قريبك ولا يبقى الزمانك عنده قفك ولا زي ما لك عيب رقم واحد النقطة الصودة دي على الصائب بتاع الاتحاد الدولي إن ده محطوط عليه بلوك دي رقم واحد رقم اتنين عندي جهاز فني مشتغل في ظروف صعبة جدا عنده مشاكل نفسية مشاكل اللي هو إيه وده مدير فني عايز استقرار اللي عايز ما حدش بيكلمه في مشاكل الراجل عايز شغل التدريب عايز شوف رقمه نفسه عامله استقرار نفسي عامله استقرار إداري وده له صبرت قديره استقرار مادي مرتباتهم كل دولة عشان أقدر حسبه عندنا سلاحي اللعيب اللي هم مقايدين لنهاية السنة دولة الناس ما تعرفوش إن اللي غاية دلوقتي السنة اللي فاتت من خطوش في ليه سليهم فلوس من السنة اللي فاتت من السنة اللي فاتت ومعروف إن فيه كل سنة أي لعيب ليه خمسة عشر في المية العقود تحت عدده قرى مقصة معنا بداية الموسي ممكن أنا بفكر عدلها بشكل تاني بس أشوف اللواحي إن أنت تبقى مرتبات شهرية من خلال عقدك يبقى فيه مبلغ كل شهر يبقى أنت ما إنتاج الحاجات اللي بتعمل يجيلك كل شهر عظيم فدي دول رابع حاجة لما الناس دي وأعمل لها استقرار نفسي وبرضو استقرار إداري خلاص خلاص الموضوع ده أبدأ أشوف إحتياجات الفريق إيه مش هنفع النهاردة أروح أجيب كريم ويدي له عقد ويجيب عقد مثلا ب20-30 مليون جنيه وفيه ناس أحمد سليمان اللي هو في الفرقة ما بيخدش أقول لا دولة سلاح الحالي وعشان أقدر أحسابه وعشان أقدر قيمة نهاية الموسم أنت تستحق ترتدي في نهاية الزمالي ولا تستحق أن تكون في تشكيل أساس ونهاية الزمالي تستحق أن تكون في قيمة نهاية الزمالي وعلى أساسها بعدها بشوف إحتياجات الفريق وإن شاء الله يعني إحنا عندنا خطة كبيرة جدا في 3-4 شهور نشوف الإحتياج للفريق لعشان أنت عندك 4 بطولات السنة دي عندك بطولة أفريقيا عندك بطولة الدوري عندك 2 كاس مصر وقاس الأديم والكاس فإنه النهاردة دولة اللي يعني لازم يكون إن شاء الله بإذن الله واخدين من 2-3 بطولات السنة إن شاء الله معاك لعبة ومعيزة وإن بقول لها تلقى شاء الله بلنسبة لي جديد مش جديد إنو الزمالي ياخد بطولات جديد إنو أي حد من نادي الزمالي لابا بتكلم ما يقول لي لأ لأ مش المفروض جمال الزمالي تستنى بطولات من نادي الزمالي الموسم ده إن دلوقتي بتقول لي لأ الزمالي هياخدت 2 أو 3 بطولات من البطولات السنة وإن لا أخدش الاربعة وأولا الفروق اللعيبة ومصر متساوي فيش حسن شحاتة ما فيش حزم إمام دلوقتي مفيش محمود الخطيب مفيش محمد صلاح يعني ببرة الوروب لان الانتظام العدل بين اللعيبة وبعضية حقهم ما إله وعليه كل ده بيفرق في الفرقة المساواة بين اللعيبة وبعضية حقوقك بدهالك الحساب السواب والعقاب كل ده مؤثر فرقة القدم ودي الفن محترم بيلعب لعباته في مراكزها بيدي عدلة بين اللعيبة وبعضية عشان لعبته في مراكزها ما انتخلتنا سألك كده ان هو تعامل مع أسوريو انت لديتني سؤال لا 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 ما مش عمله ما بيلعبش لعبه في مراكزها سلو ده مش يا احمد سليمان سلو ده في مجلس ادارة يعني اللي بياخدوا القرارة وانا فقوم باشفع كرة ومانا شهر مدارب كده في مجلس ادارة انت شايف أسوريو ازاي معنا دي الزمان بفضل اللي فات أسوريو شايفه ازاي معنا دي الزمان السنة دي يعني هو بس ابتدت دوري تعدلين لكن مشوار في حماس في اللعيبة يعني حسينا بعدما انتخابات جت وفي ناس شايف حاجة من بعيد اللعيبة هو واللعيبة شايفين فيه شعاع أمل هذا اللعيبة اختلف ده شوفنا المباراة بتاع اربعة اربعة انت شايف فيه شعاع أمل انت شايف فيه شعاع أمل انت شايف فيه سوريو انت بقى كراجب تاكورة قدم انا طبعا ما حصلش فيستو بس بينهم معا لا انت انت لك مطبيعيتك ليه يعني انا مثلا كنت في 2014 حصل اختلفت انا ورئيس النادي فسفرت امريكا انا ولا دعت شهر كده اجازة ورجعت ويرى بقى كان بالاخبط شو اعطي معك كلمت في حاجات بسيطة نقط وبرحت هو كان مدير فني هنا مرحوظات عامة الراجل فكر تغير بعد الاعداء بنقل له خبراتنا اه اس انت انت النهاردة لازم ما بيجي مدير فني بتاعرف طبيعته ايه طبيعته لكن انت في الاخر في مشكلة في مصر اجيب مدير فني اديله ملايين يعني اربعة اربعة اتين ده متقبل فاصل كل مدير فني جي طبية قولك متعرفش اللي عبعى المصريين طب انا اجايب واحد اجنابي ليه عشان يطور لي عشان جايب اجنابي مش موجود ما عنديش كريم الكريم ده اجنابي واحمد سلمان المصري طب احمد سلمان عنده اجيبه دعاً لك إن أنا جيب كريم وقلوا وعمل لي زي إحمد سليمان تم حمد سليمان فدي مشكلة في النقاط اللي راضين بتاعنا من أول السوري يعني اللي بيقعد على القهوة الراجل البسيط لغاية الإعلام الكبير اللي فوق مش بس بقى الإعلام كمان دعاً أولاك 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 يعني لحقيتي بقى دي هي مشكلة مشكلة الإدارات في الأندية إن هو الإدارات أصلاً ها بتجي تختار مدرب أجنبي ها بتعرفش ها بتختاره ليه يعني انا بجايبه عشان يعمل ايه بالزبط؟ لكن الاسف احنا بيجيب يعني انا هجيب الراجل يعني ما جيت شغلت لما عطار ديلي قبل كابتن حسنش حد فالراجل بلعب اول واحد يلعب اربعة احنا كنا بلعب خمسة تلاتة خمسة اتنين مع كابتن حسن فالراجل بقول لك لا بقى الجمهور يهجبه جدا السين انت مش عارف سرعات اللعيبة دي عايزة سرعات والتغطية انا مطلع عراضيتي انا جايبت اردلي نجمع عشان عمله اطراب نفسه امشي ماكملش طيب احنا نستم كمليين حوار مع كابتن الكبير كابتن احمد سليمان بعد الفاصل نواصل خليكم معا احنا كابتن احمد سليمان انا مرشح على منصب العضوية من انتخابات نادي الزمالك هسأله سؤالين جايين لي كتير قوي قوي وسبتهم للاخر اتنين تحديدا اسمين تحديدا احمد فتوح مكمل مع نادي الزمالك والله هيروح النادي الاهلي والله هيروح نادي برامد شوفي السؤال سهله لا ان شاء الله هيروح النادي الزمالك يفضل في الزمالك بإذن الله يفضل في نادي الزمالك احساس الشخصي بمعلومات بيجيلي من المباحثات ان هو في نادي الزمالك انا بمعلوماتك طب اقول كلام ان هو طالب ارقام كبيرة وضخمة والحاجات دي كلها لا انا بتالي الارقام دي برضو مش مبالغ فيها شوي اللي بتتالي في الاعلام طالب أركام معقول ينفع تتفاوض عليها بيحصل حاجات تفاوضه وبرضه لازم الأمانة الناس ما تظلمش فتوح فتوح ليه مميز زغير وعقده لا يناسب إمكاناته الحالية العقد اللي هو شغال عليه اللي هو نهاية السنادي ده لا يعني مظلوم فيه جدا لو دلك أما سألت على العقد بتاعه السنادي إيه عرفت أنه عقده ضعيف جدا بالنسبة لناس أخذك كتير وما عملش حاجة لنادي الزمالك هو لعيب كويس ولعيب زمالكاو ومحبوب وفي نفس الوقت هو اللي هو يروح عنديها من نفسه ياخد 75% من اللي معروض له وما يروحش بمية في المية في العدية الثانية ويوجوده في الزمالك آه يعني هو ياخد 75% في المية في نادي الزمالك؟ يعني لا النهاردة جيله عرض من نادي برا مثلا بعشرة جنيه سبعة ياخد سبعة بتاع الزمالك ويروح ناديها من نفسه أو يروح نادي تاني بس انت بتنصحه يعني ولا هو بفكر كده؟ لا ده راجب زمالكاوي يعني ما وصلنا برضه مش عايز أظلمه مش عايز يجيله عشرة وقوله خد اتنين يجيله عشرة وقوله خد تلاتة وانت بتحب الزمالك؟ لا احنا عاصر احتراف محسوس قابلته مرتين كده بالصدق مرة واحدة في الساحل وسلام وخلاص يعني ما بحبش قابلته مرة زيزو وكلمنا لأموره قويسة الحمد زيزو بقى أنا شارك لي الناس ربت زيزو فتوح زيزو خلاص عده جده دعم شفت زيزو كنت لسه أقولك هستألوك بسيغة تانية خالص زيزو في يناير حراك قاد على ترابيز المجلس دار لو وفقت في انتخابات نادي الزمالك وقالوا لك كابتون أحمد في عرض جاي لزيزو بعشرة مليون دولار فوستهازي الأزمات الكثيرة في نادي الزمالك تقبل أم ترفض؟ أي قرار أي قرار لأحمد سليمان هياخده أو يساعد فيه رقم واحد مصلحة نادي الزمالك رقم واحد مصلحة نادي الزمالك مصلحة نادي الزمالك فين؟ هو ده اللي هننفذ حتى على عول أحمد سليمان والرقم ناوي بيبقاش من مصلحة نادي الزمالك؟ بصرف النظر أي قرار هيتخذ لازم فيه لورز اللي هيتعامل للمجلس الإدارة أغاقه أحمد سليمان مفيش قرار متاخد غير مصلحة نادي الزمالك رقم واحد وعلى كده أبدأ أفكر في لعب في عدو مجلس دارة في جمهور مصلحة نادي الزمالك فين مصلحة الزمالك أن زيزو يقعد يكمل يكمل مصلحة نادي الزمالك يفيد أنا دخل على البطولة وزيزو ده جاب لي مليارات مليارات والبطولة أن الزمالك بيعشاقها جاية وزيزو من إحدى العوامل لو مليارات زيزو قاعد لو مليارات لو مليارات زيزو قاعد البطلات وقمش نادي الزمالك هو الأساس العلم اللي وراك دوت هو كل حاجة بالنسبة لنا نبص قدامنا باخد قرار ببص على الأول وبعد كده بص في عواطفي في أي حاجة لو نادي الزمالك مصلحته نحن السمال قدم استقالته وزينا عملت في الوقت قدم استقالته لو مصلح نادي الزمالك النزيزو يقعد وياخد ملايين يقعد وياخد ملايين لو مصلح نادي الزمالك نشكبال يقعد وياخد ملايين ملايين. دا اللي هيفيهه نادي الزمالك لمصلحة نادي الزمالك. تدسم ليه. عايز أقتم معك بحاجة يا فتكرتها دلوقتي الوحدة. توقع مع رمضان الصبح تاني. ايه دا. توقع مع رمضان. يعني كان فكرة. لو مصلحة نادي الزمالك ان رمضان الصبح موجود هسعى بكل الطرق. هسعى بكل الطرق ان رمضان الصبح يكون موجود. بس ان توقعتش معا تاني. لما قبل كده يعني. دا حوار بسيطة مرة كده وانتهي يعني. زمان حواره حصل لكن مفيش اي شيء هيتم لو انا شايف ان يارضه ممكن صعب موضوع صعب لكن مصلحته اروح للصعادية عشان يجيبه الصعاد هعمل انا معادي ايه كمان وهي اسألك سؤال في الاخر دايما انت كراجل كنت موجود في جهاز فني يقولك اللي اشتغل مدير فني اللي اشتغل مدير فني مايحبش يشتغل مساعد او المدير نفسه المدير فني نفسه مايحبش يجيب واحد مع المساعد كان مدير فني او كان هيبقى مدير فني جامد جد الناس تقولك كابتر احمد سليمان يا دوبك المجلس هيشتغل ويتحرك احساسه ان انا انا رئيس نادي اصلا او انا كنت قريب جدا من انا رئيس نادي ممكن يعمل مشاكل في نادي الزمالك في المجلس اللي جاي لو انتوا انجحتوا ترد تقول ايه على هذا اولا انا في نقطتين رقم واحد انا مش عالش رئيس نادي انا درشحت رئيس نادي كنت قريب بالزلطة قلتلك العلم اللي وراك دوت اسم نادي الزمالك بشتغل عليك احمد سليمان زي ما دلوقتي انا شفت ان مصلح نادي الزمالك ان يحصل قائمة موحدة لصالح نادي الزمالك لو انا زي ما عملت في 2014 مثال بعد سنة ونص قد تعيدوا مجلس الدارة مميز جامل الزمالك بتتغنى بي بيجيب سرتي لكن لقيت ان فيه صراع هيبقى قوى جدا بيني وبين رئيس النادي الحالي فانسحبت لصالح نادي كان هو رئيس النادي كان بيعدو مجلس ادارة ونائب ويحصل خلافات جمدة جدا مع ده مجلس ادارة ويستمر في الصراعة احنا انا جاي عامل تطوعي لو اعدت في نادي الزمالك كهو مجلس الادارة وحسيت اللي انا مش مفيد لنادي الزمالك او وجودي هيصنع خلافي يؤثر على نادي الزمالك هنسحف لحظ جزء من الثانيان نادي الزمالك هو الاساس فأي تصارب بتصرف ده اللي انا وقفت سبع سنين بكل ما ايت من قوة بمالي وحالي وصمعيتي وشغلي ولا كان يهمني كان هدف نادي الزمالك والحمد لله تعبي النهاردة ما راح شادر بعد المنظر اللي احنا فيه ده بعد ده سبع سنين فعلا الحمد لله الحمد لله قدرنا نوصل هذه المرحلة كابتن احمد حضرتك شرفت ونورت اتمنى لك من كل قلبي التوفيق انت ونادي الزمالك وكل المرشحين بإذنه ربنا خليه وسيب يا كريم ونشكرين دايما انا بشكرك كابتن احمد ده كان اختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب دايما يا رب دايما الخير والهدوء لنادي الزمالك وكل التوفيق لكل المرشحين اشوفكم يا رب على الفقر